السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تبعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتون كتير من الفيديو اللي فات عندنا أردر حلوة قوي تبوا معي الفيديو الاخر وما تنسونيش بلعجة واشتراك للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله زي ما انتوا شايفين عندنا أردر اسماك من العيار التقيل ده مش أردر اسماك وبس لا ده كمان في نصف الفيديو بقى في ايه مفاجأة كده ان شاء الله تعجبكم اهم حاجة بس ما نتنساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصيا يتعجب له اهل الارض واهل السماء تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنعمليه اول حاجة معي بتنجان كده رومي او بتنجان كوبي شوفوا بتقولوا علي ايه غسلتها كويس جدا وقطعتها بس اهم حاجة ما تقطحوش بصمكة خين يعني ولا تخينة قوي ولا رفاية قوي تمام وبعد كده حطتها في مصفة وسايبها ايه عليها شوية ملح علشان تنزل المي علشان هنبدأ نقلي تعالوا بقى نشوف التدبيلة اللي انا هعملها للسمك نوع السمك اللي معي سمك مكارونا انا منضفوه بعصر عليه لامون هنعمل له تدبيلة بسيطة وفي نفس الوقت احلى تدبيلة للسمك اه ده ارنفلفل احمر اللي هو رومي او شطة لتفضليه المهم فلفل احمر كده معايتهم انا ضربهم مع بعض كده في الكابة وبعدين حطت عليهم شوية توابل توابل اللي حطتهم ملح وفلفل اسود حاجة بسيطة وكمون وكوزبرة وسنة صغيرة من البابريكا وحطت بقى لمون وخل بس ما تقطريش السمك للخل عشان بيهري حاجة بسيطة جدا من الخل وعصرة لمون بعد بقى لما قلبت التدبيلة شايفين بقى التدبيلة عاملت زوم خل ولون الفلفل الاحمر بيخلي السمك كده يعني لونه حلو وفي نفس الوقت بيديله يعني لون حلو وكمان بيديله طعم حلو جدا مع طبعا فصين التوم حابدأ بقى اخد السمك كده وإيه وحاولها تدبيله كويس جدا بالتدبيلة دي طبعا هو مش كبير قوي هو متوسط فأول لما بتحطيه في التدبيلة دي هو كله بيتدبيل لاني سمك البحر نقل حاجة بيتملح يعني وبيبقى مزبوط بعد كده عصايتها عليه لمون وحسيبه طبعا شفتوا معين والخلول انا غسليها من كويس جدا ونقعيها بصوا يعني انت دي فراغي نفسك ليها اللي انت تنقعيها بتاع نص ساعة في المية عشان تنزلوا الكراب وبعد كده تفضلي بقى ايه سايبها تشخص ليها كزا مرة يعني تغير المية عليها كزا مرة لغاية لما تنزل كل كمية الرملة اللي فيها بعد كده بقى جبت طاصة وحطت فيها معلقتين من الزيت بس الزيت مش كتير واول لما زيت سخن جدا لدرجة اللي هو يعني ايه طلع دخين كده نزلت بقى باللمرخلول دي تمام عشان تفتح معي على النور يكنك بتعملي جندفلي عايز اقول لكم الطريقة دي رعيبة ولا تعوضي بقى تفصاصي وتبقى صعبة في الاكل هتلاقيها كلها فتحت مرة واحدة بس اهم حاجة لما تجيب المرخلول لازم تجيبيها عدبة ولولو مش عايزة عليها ملح عشان لو حدقة مش هتفتح معيك لو حدقة او مملحها مش هتفتح معيك لازم تجيبيها عدبة بعد بعد لما فتحت كده قمت اخدت نص معلقة صغيرة من اللي هي الطوم بالفلفل وحطيته عليها وبعدين حطيت عليها شوية كمون وشوية كزبرة وشوية ملح بسيط وكمان حطيت ايه لمون وعصرة عصرة لمون وشوية من الخل نفس تتبلت السمك برضو تمام عايزة اقول لكم بتبقى خطيرة يعني بجد جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم حاصر عليها بقى لمون وشوية ايه من الخل حاجة بسيطة خلص يا دوبك بقى تقلبتين كده وخلاص بصوا هي مجرد لما فتحت معيك هي مش بتحتاج تستوي احنا بنحطها على النوع بس علشان يعني اتفتح معنا ولو فيها اي اااااو يعني اي مطح اللي هي ناية يعني تبقى ايه مستوية فاهميني تعالوا بقى هنا نقل البتنجان طبعا انا حطيت طوصة فيها شوية زيت حلوين عايز اقول لكم اعشان البتنجان ما يشربش معاك زيت بعد لما بنتحطه في مصفى كده وينزل مية بتاعته مع حبة الملح لازم بقى كل طاصة ترش عليها رشة من الدقيق كده واهم حاجة يبقى الزيت بتاعك سخن جدا وتقطيعة البتنجان كمان بتفرق اللي هو ما يشربش زيت ما تقطحوش تخين قوي وفي نفس الوقت كمان نوع البتنجان يعني لما تيجي تجيب البتنجانة هاتيها البتنجانة الطرية اللي ما تلاقيهاش ايه مبزارة من جوه عشان ما تشربش معاك زيت اللي ببقى شبه السفنجي جدا تعالوا بقى نعمل الطبق التالت او الطبق الرابع عايز اقول لكم النهارده الفيديو كله وصفات جبت بقى ووك كده او طاصة حطيت فيها شوية زيت وبرده اخدت يعني معلقة صغيرة من الفلفل بالايه بالتوم وهو زودت كمان فصتين توم كده زي ما انتو شايفين وايه وحب دقى اشوح الكلام ده كله مع بعض والغاية لما ريحت التوم تتلق وبعد كده بقى نزلت بايه بفلفل رومي طبعا انا العميلة مش عايزة فلفل سبايسي فنزلت بقى حقطة حوالي يعني ارنين كده او تلاتة فلفل رومي كده زي ما انتو شايفين وحب دقى اشوح الكلام ده كله مع بعض تمام يبقى توم بفلفل الاحمر دوت ده ايه يعني نص ارن من الفلفل زي ايه الهاريسة كده معمولة مع بعض فلفل بتوم بس مش بيبقى الفلفل مش حامي قوي ده حاجة بسيطة تمام بعد بقى لما الفلفل بالتوم كده ريحتوا تطلع والتوم يتحمى حنشوف هنعمل ايه هنا بقى طبعا الطوصة دي حكمل قليل بتنجان كله وبعد كده بقى حنشوف هنعمل ايه تعالوا هنا بقى ايه نرجع تاني لطبق اللي ايه التوم بالفلفل بعد كده قمت جاي بقى حوالي نقول نص كيلو تماطم يعني قولي اربع تماطمات قمت مقطعوهم كده مربعات وحنبدأ نسيب بقى ليه الخلطة دي تتسبك التوم بالفلفل بالتماطم سيبهم بقى تتسبك كويس اول غير لما التماطم تلاقيها ايه بقت مش باينة اللي هي متقطعة فاهميني حتشوفه دلوقتي عايز اقول لكم جالي تعليق فانا حاب اقوله معاكم عشان بردو لو انتم شايفين كده يعني نحاول نفكر مع بعض ايه الحل يعني بصوا بعد بقى لما خلصت البتنجان حقل الفلفل بالطريقة العادية تعالوا اقول لكم بقى ايه التعليق اللي جالي التعليق اللي جالي للتصوير وحش جدا ولازم اقرب الكاميرا علشان التصوير وحش يعني ده بنفس يعني نفس الكلام ده بالضبط اللي كان مكتوب لي فانا والله مش عارفة يعني مش عارفة اقرب الكاميرا ازاي يعني انا بحاول على قد ما اقدر اللي انا اقرب الكاميرا بس هي دي الزاوية الوحيدة اللي ينفع احط فيها الحامل بالتليفون لان المطبخ بتاعي عايز اقول لكم البوتوجاز ده ما كان البوتوجاز اللي انتم شايفينه جنبية دوبك حاجة بتاع شبر كده فوضي وبعد الشبر جنبية الرخامة فهو مفيش مكان تاني والحتة اللي قدام البوتوجاز هي دي اللي انا بقف فيها يعني شايفين عرض البوتوجاز اللي هو السبعين متر دول انا بقف الحتة دي يعني بطرقة كده يعني هي عرضها سبعين متر والطول اتنين متر ونص يعني فاهمين بقى هي حتة ده ايه هي بقى بيبقى فيها جنب مكان الحوض وفي نفس الوقت ايه المكان صغير جدا فعشان كده مش لقيها زاوية يعني احط فيها التليفون غير دي تعالوا بس الاول ايه حانا يجعل الموضوع ده بس تعالوا الاول نشوف ايه عملت ايه هنا بقى بعد لما التماطن بالفلفل بالطومة تسبكت نزلت بقى بالفول شوفي بعد حتي كمية فول قد ايه وبعدين نزلت عليها بالتحينة تمام وحابدة احط بقى شوية من الخل وشوية من عصي اللمون وعهرس الكلام ده كله مع بعض وحابدة اتبله بملح وفلفل اسود وشوية من الكمون وحاجة بسيطة من الكزبارة بس كده كده يعتبر الفول خلاص معي طبعا النور قطع هسيبه بقى يغلي كويس جدا وبعد بقى لما يغلي هنشوف هنعمل ايه طبعا كنت قالت بقى السمك قبل ما النور يجي كنت قالت توصى كده وهو قطع وانا بقى ليه فكملت بقى ايه مع نفسي قالتو بالطريقة العادية خالص عايز اقول لكم السمك طالع يعني بصوا لونه تحفة وخطير يعني بجد كان رهيب ما شاء الله الف هن وشفة عايز اقول لكم السمك ده كمان يعني انا ماليش في الاسمك زي ما انتم عارفين بس رحتوا على النار يعني الف هن وشفة ليه كمان كان طازة تحس لواء ايه من كتر ما هو طازة بيتنافخ كده في الزيت يعني المهم تعالوا بقى نرجع ايه للفول تاني بعد بقى لما غالى غلوة كده بالطحينة وحبتت عليه الزيت اللمون والخل ما والطحينة يعني لمون وخل قمت نازل عليه بقى ابرة بتتكس برا او بقى دونس اللي عندك ودت له كده ورشت زيت فوق الوش وخلص كده طبق الفول جاهز معانا عايز اقول لكم من افضل اطبع الفول اللي ممكن تعمليه يتاكل كده لوحده تعالوا بقى ايه نشوف بقى هنعمليه معي رنجتين كده كده كيلو زي ما انتم شايفين بصوا حبدأ بقى ايه جبت طوصة وحشويهم كده على الجرل لان ده طلب العميلة عايزها ايه ما شوية انتم طبعا عارفين انا بفضل شاشوي رنجة بس انا ايه عشان هي عايزها ما شوية على النار فحطتها ايه على الطوصة كده ايه تاخد رحت الشاوية كده ورحت التدخين هنسيبها بقى دلوقتي لما تبرد وبعدين تحايلوا نشوف هنعمليه كنت عايزة اقول لكم كمان اللي انا طلعت السمك على مصفة وطلعت البتنجان والفلفل برضو على مصفة دي افضل حاجة للمقليات يعني ما تطلعيش الحاجة في اطباق الطبق بيخليها الحاجة التطرع وفي نفس الوقت تبقى مزيتة كده لكن لما بتطلعي الحاجة على مصفة بكل زيت الزيادة بينزل ايه من المصفة هنا بقى حنعمل طحينة بقى بالطريقة العادية خالص هي حطيت 8 كيلو من الطحينة وعليه شوية خل وتوم وملح وفلفل وكمون وكسبرة ممكن تحطي معاه فلفل حامي وبعد بقى لما لفت كده قمت نازل عليها بقى شوية مية بالتدريج لغاية لما ايه خفت معي ودتني القوم اللي انا عايزة تعالوا بقى نشوف السيادين اللي عامل نفسه في صيغة ده بصوا السيادين يعني لونه طحفة من جوه انا حبدأ هو حجمه كبير كده تحسوا اللي هو ايه عامل زي الفزيخ حبدأ بقى نظفه حقشاره كده لان طبعا حجمه كبير بعد لما حقشاره حقوم ايه اه فتحة كده سلسلة الظهر ومستغنية عن الراس بالبطن وبعد كده بقى ايه ححط عليه زيت ولمون وعسيبه بقى ايه في الزيت ولمون كده ايه شوية حلوين كده عشان لو فيه ملح ولا حاجة يبدأ ينزل زي ما انتوا شايفين طبعا انا شطفة السيادين ده الاول عشان بردو ايه الملحية عايز اقول لكم وانا بفتح السيادين كده كان ماشاء الله حاجة كده تحفة اه لونه كده وردي وفي نفس الوقت تحسي لوه مش في السيادين خالص تعالوا بقى هنا نشوف الرنجة بعد بقى لما شوتها عبدأ انضفها بقى بالطريقة العادية وهعمل المريز دي بقى مش هنعمل صلاتة الرنجة بالخضور او البصل والفلفل لأ احنا هنعملها حاجة تانية خالص بعد بقى لما نضفت الرنجة كده حبدأ بقى ايه اخليها كده من لو فيها شوك او اي حاجة عستغنى عن الحتة اللي في الجناب دي وبعد كده بقى هاخليها عطلحها شريح زي ما انتم شايفين شايفين انا بوسع كده اللحم عن الجلد وبرتطلحها شريحة واحدة زي ما انتم ايه شايفين هعمل التانية الرنجة التانية بنفس الطريقة وبصوا من قطر ما هي رنجة طرية وبصوا تحس اللي هي بتنزل ايه زيت كده في ايه دي بجد كانت طريبة هنا بقى هنبدأ بقى ايه اجيب مقصة كده واقصها كده قطعة صغيرة كده على على قد اللقمة بالزبط عايز اقول لكم طريقة بالمقص احسن ما تقطعيها كده بالسكينة واي حاجة اسهل طبعا بتسهل عليه كيامة وفي نفس الوقت بيبقى شكلها ايه حلو طيب الرنجة ببعد لما هقطعها كده يدوبك هحط البطروخة على الجنب ومش هحط بقى ولا عليها ولا فلفل ولا بصل ولا اي حاجة ده بناء على طلب العميلة عايزها كده عليها زيت وشوية من الطحينة بس وكده خلاص يعني بصوا اسهل الرنجة ممكن تعمليها وعايز اقول لكم بتبقى رهيب ورنجة بالتحينة بس وكمان ممكن انت لو بتحب الحاجة يعني مهروسة ممكن تحطيها في الكبة مع تحينة وتبقى صلطة صلطة رنجة تبقى بقى خطير تعالوا بقى هنا بقى ايه للكبير اوي هو ده بقى ايه عز الطلب او هو ده بقى ايه حبيب الملايين مش عارفة هو حبيب الملايين ولا نص الملايين ان في ناس طبعا ما بتحبوش بس انا من الناس اللي بحبوه جدا يعني الفسيخ زي ما انتو شايفين بصوا بقى هنضفوا كده من بره عشيلي برضو القشر اللي فيه دوت عايز اقول لكم اكتر مرحلة ما بحبهاش يعني انت تشيلي القشر اللي فيه المهم بعد لما نضفت وشلت القشر اللي فيه حبدأ بقى ايه افتحها كده واستغنى عن البطن او اي حاجة كده مش عايزاها وبعد كده هقطعه جزل كده وايه واحطه في الطبع طبعا انت ممكن تخليه بتخلى كده برضو بطلعه زي شريحة كاملة زي الرنجة بالزبط بس طبعا فيه ناس ما بتحبوش مخلي فيه ناس بتحبوا آآ متقطع كده زي زمان كده زي امهاتنا زمان بتحبوا كده ايه جزل كده مقطع الواحدة على اتنين وخلاص على كده لكن انا بفضل اللي انا اخليه خالص زي رنجة كده وايه يعني اللقم على قد ايه ولا فصص على الاكل ولا خلاص ولا اي حاجة هنا بقى خلاص خلصت كل حاجة وحطتها في الاطباق وادي الفول وادي السمك والبتنجان والفلفل وامو الخلول عايزاكوا تجربوها بالطريقة زيت عايز اقول لكم اردى كده ايه يفتح النفس الفهنة وشفى ليهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى اللي انتو تدعموني يعني انا مش بحب افضل اقول كتير والله بس بجد اتمنى للقناة تكبر لان هي فعلا عمرها مع تكبر غير بيكم واللي انتو تقولوا لصحابكم وتعملوا شير للفيديو او للقناة يعني اتمنى من ربنا التوفيق يعني ما فيش توفيق الا لما ربنا يكون رايد وانا يعني عندي يقين بكل كلمة بقولها لكم بس وشوفكم فيديو جديد واسطا الاسطالة